اشتركوا في القناة تدعو اليه لا بد ان نتعلم الدين الاسلامي نتعلم ايضا اللغة العربية لا تعتذر لا تأتي بالاعذار تقول انا كبير في السن انا كذا لا يوجد كتب لا تطلب من الله الله سبحانه وتعالى هو الكريم لا يضيعك الله لابد ان نتمسك بديننا نبدأ هؤلاء بالدعوة لا يمكن ان يكون عندنا احد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع ولا نفترق لا نكون من الفرق الضالة لا نسب الصحابة رضو الله عليهم لا نسب امهات المؤمنين نترضى عن الصحابة لا نطلق الاحكام على الاشخاص نحذر ونحدد لا نصنع البدع خاصة عند الموت نحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نطيع السلطان لا نخرج عن السلطان نطيع السلطان ما لم يأمر بمعصية الله ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية والتوفيق أسأل الله سبحانه وتعالى يومن على هذه البلاد وعلى ولاة الأمر في هذه البلاد بالهداية أرب وأن يجعلها دار آمنة مطمئنة مسلمة وأن يصرف عنها شر الأشرار يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير